نعم وفضل الحمد لله فعلا هل لنا رصيد من الرزق هل لنا رصيد من الرزق ممكن يخلص فقط معين بسبب أفعالنا أو أخطأنا أو ضيوننا أو مشاكلنا أو تخطئنا أخطأنا وممكن رزقنا يتسع بالتوبة وبالإخبال على الله والمحبة الله سبحانه وتعالى والله تبنى إلى الله ومن تبقى إلى الله سبحانه وتعالى بصديق الرزق الأيام دي بدون عمل الواحد كل ما يخش عمل العمل ما ينقضيش والعمل ما فيش أنا أفهم كده شفت بقى أنا أفهم السؤال كده بص يا سيدي ديق الرزق ده هو في الحقيقة مش ديق رزق قدم تعليم الإنسان متعويد الإنسان على إنهو مش موجود مع ربنا عشان ربنا عبارة عن خزانة حشاة على الله سبحانه وتعالى إحنا مع الله في أحوال كتيرة إحنا مع الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء إحنا مع الله في البسط والقبل إحنا مع الله في السعة وفي الضيق مع الله إيه؟ مع الله بالمحبة مع الله بحسن الظن ما قد يكون الحجاب اللي بينك وبين سعة الرزق حسن الظن في الله سبحانه وتعالى وبعدين هو أنا بسأل سؤال احنا عادينا نقول ضيق الرزق ضيق الرزق واحنا بنقابل ضيق الرزق بالاحتياجات بتاعتنا طيما جايز انا لو نظرت الى الله احتياجاتي تختلف حتى لو احتياجات اولادي انا جايز انا اللي بصدر لأولادي ان احنا متورطين وان احنا تعبنين وان احنا في حالة صعبة ان الله لا يغيره ما بقوم حتى يغيره ما بانفسي يعني رأيي لحضرتك غير النظرتك الى الحياة قول لنفسك كده أن مين قال أنها عندي ضيق في الرزق أنا عندي ربنا إنما إن أنا أقول والله أنا طائع وربنا مضيق علي الرزق لا لو أنت شايف أن أنت طائع وشايف أن أنت مقبل على الله لازم تشوف أن ربنا مقبل عليك وهو ده معنى أن أنت مطيع وإن لا يبقى فيه انتماس بصيرة يعني انتماس بصيرة أنت بتعمل ربنا سبحانه وتعالى كأنك أنت المراقب على أفعاله وحشاه ربنا لما بيعمل الضيق ده مش عشان يعذبك ربنا بيعمل كده عشان يهذبك يعلمك السبات في الحياة يعلمك أن أنت تستطيع أن أنت تتمسك بمدد الله وتتمسك بثقتك بالله وتزول كل الهموم وتزول كل الغموم والشدة تزول لما تتمسك لما تمسك بالله وردد على قلبك طول الوقت أنا عبد رب له قدرة يهون بها كل أمر عسير فإن كنت عبدا ضعيف القوة فربي على ما يشاء قدير ربك كريم واسع ومش آس وولا يريد أن يعذبك ولا أن يشد ولا أن يكون الحياة شديدة وقاسية عليك ولكن يريدك أن تترقى تترقى بدل من أنت أسير للأشياء تتخلص من أسر الأشياء وتبقى عبدا لله تحسن الظن فيه وتتعامل معه وتتعرف له في الدراء وكمان تستمر في إقبالك عليه سبحانه وتعالى ساعتها أتشوف معنا ويرزقه من حيث لا يحتسب توكر على الله وعمل ده وإن شاء الله ربنا يكرمك وإن شاء الله ربنا يفتح عليك معنا الأستاذة أمم محمد تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك يا شيخ كل عام حضرتك بخير نعم وفضل الحمد لله الحمد لله وحضرتك بخير وبصلاح وصلاح معيك أسيقنا معي أسوالي لحضرتك اتفضلي أول سؤال يعيز أعرف يعني ونبدأ ربنا سبحانه وتعالى أقول إيه في الأول حضرتك لالي بالتركيز كذا حاضر ومجأة جد نزمن أنطق الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنا بدعي ماشي وصلاة التسبيح هل تجوز ما بين صلاة المغرب والعشاء حاضر أقولي جواب حضرتك على سئلة الثلاث السؤال الأولاني أنت عايزة تقولي إيه الأدب بيسمونه كده إيه الأدب في الدعاء الأدب في الدعاء أول حاجة تعمليها لما تيجي تدعي أول حاجة في خارج تصلى على حضرت النبي في أول الدعاء وتصلى على حضرت النبي في آخر الدعاء سيدنا الإمام علي كان يصنع هذا فلما سألوه أنت بتعمل كده ليه الحاشة لله أن يقبل أول الدعاء وأن يقبل آخره ثم لا يقبل ما بينهما يبقى دي حكمة وفطنة في الدعاء هذه أول حاجة تاني حاجة لما نبتدي في الدعاء نثني على الله يعني زي ما علمنا ربنا الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أو الدعاء إيدينا الصراط المستقيم يبقى نثني على الله يا رب أنت كريم يا رب أنت ودود يا رب أنت عمرك ما خزلتني يا رب كرمك علي زيادة يا رب أنت رحيم يا رب أنت جميل وبعد كده أدعي بقى يبقى يوثني على الله أولا يبقى أصلى على النبي في أول الدعاء وفي آخر الدعاء ويوثني على الله ودوة أول حاجة حاجة التانية اللي حضيك سألت عليها هو مسألة إن أنا أصلى على النبي في الدعاء في السجود إيدي على طول في السجود اللي ييجي على قلبي كده على طول في السجود طب لو صليت على النبي وانت في السجود وعندك الطول في السجود قبل الدعاء في حاجة لا كملي يا ستي ودعي وما فيش مشاكل خالص بتقول لي صلاة التسبيح اللي ينفع ما بين المغرب والعشاء تنفع بين المغرب والعشاء وان شاء الله تكون صلاة صحيحة ولك السواب السيدة الموحمد تفضل أيها الشيخنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا أنا عايزة استشيرك في حاجة يلا توكلنا على الله ونعم بالله أنا أم الأولاد لأربع أولاد معاي عيل في الجيش ومعاي بنت مخطوبة في جوزي بيشتغل في شركة بس ما بيجيبش فلوس زي الناس كل همه نفسه بس مش بيته وأولاده إزاي بتقول لي إنه كل همه نفسه يعني بيشتغل ما بيجيبش فلوس زي الناس كل شهر بيطلع لي في مشكلة الشهر مجايز ده هو دي الفرصة اللي قدامه وجايز ده هو ده تمصدر الرزق بتاعه مش ده الدليل إنه هو مهموش غد نفسه كل شهر يقول لي خصومات 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 ويجيب الفلوس يصرفها على مزاجه هو ده بقى المسألة أنت عصده مزاجه يعني بيتناول مخدرات لا أمال إيه؟ لا بيصرفها بمزاجه يعني الحاجة اللي تعجبه بيجيبه والحاجة اللي ما تعجبهش مش بيجيبه هو اللي ماسك مصروف في البيت ولا إيه؟ لا ما بينش ملتزم بمصروف في البيت آه يعني هو ما اللي انت بتصرف إزاي؟ مش لازم يديك مصروف في البيت والله ربنا اللي يعلم يعني أخواتي ما بيسيبونيش شوية وربك بيفرجها من هنا ومن هنا شوية آه كده يبقى أنا فاهم يعني انت بتقولي إنه هو مهتم بنفسه إنه هو لما يجي له كيفه يديكي مصروف للبيت يديكي مصروف في البيت بالزبط كده آه معي العائلة معي بنت مخطوبة طريقت وحشة مع أهل خطبته خطبته آه لما بييجوا عندنا بيعود يقشر لازم هو يستشيره الأول الخطيب يستشيره الأول إنه يجي لخطبته ولا ما يجلوش ما طبعا مش البيت ده بيته تمام طيب خليني بقى أسألك انت كل الحكاية بتقولي إن حاسة إن زوجك بيعمل حاجات كلها بتخلي حياتكم صعبة تمام وما بيكونش سبب فيه إن حياتكم تكون في حالة أفضل وفي حالة أحسن تمام وانتوا زي ما انتوا بالعكس الحياة بتزداد سوءا بالنسبة لكم وهم ما بيساعدش إن هو يسأل الحياة عليك بالنسبة للمصاريف ومش حاسس بينا إطلاقا طيب انت عايزة أنا أكلمه حاضرة أكلمه حاجاتنا أنا عايزة أنا عايزة أسيب أنا تعبت أنا عايزة أسيب البيت مش قادرة أكمل واحدة واحدة ما أنا أقول لك أقول تعملي إيه طيب خلاص بص يا حاجة بص يا حاجة محمد أول حاجة أنت تعودي أعدة معاه قاعدة معاه تعودي إيه تتكلمي معاه وتقولوله الكلمتين اللي حضرتك تفضلت بيهم دولة بس بطريقة تانية بليش الطريقة اللي انت قلتها دلوقتي تقولوله دلوقتي انت راجل البيت ده وإحنا ربنا جعلك سند لينا وربنا سبحانه وتعالى جعلك جعلنا مسؤولين منك وأنت أخلاقك حسنة إحنا نفضل لغاية إمتى كده وإنت يعني ما يلقش بحضر ما يلقش بيك ولا بأسولتك ولا بالأصول ولا بأولاد الأصول اللي نحن نعيش كده لا بنتك اللي على وش جواز ينفع تبقى كده ولا ابنك يبقى كده فإحنا عايزين نشوف لنا حل عايزين نشوف لنا حل بما يرضي الله وأنا مساعدك وأنا هساعدك صدقني أنا ما أسيبك أبدا لازم نقوله كده طيب دي أول حاجة ما نفعش نجيب حد من المؤثرين عليه صاحبه أهله حد يكلمه بس يكون كلامه حسن طيب إذا ما حصلش نحاول بقدر الإمكان كمان نشوف خبير نسأله ونستشيره ويكلمكم مع بعض مجالس بيعمل كده لأنه حاسس أن في البيت ما بيحسش أنه أب أو ما يحسش أنه يزوج وبتبقى هي دي مشكلته إذن يا سادة احنا عايزين نعمل كده عشان نقدر نوصل فسيدة محمد اعملي كده أنت عندك أربع أولاد فعشان كده إصلاح ذات البين هو الأولى دلوقتي مش أنه إحنا نهد البيت ونحس أنه إحنا كده بنسترد كرامتنا لأنه هو في الحقيقة ده حد هو شايف أنه هو هتلاقيه هو شايف أنه ما بيعملش حاجة سيئة أنه هو بيعمل اللي عليه وبيدفع مصاريف في البيت بقد ما يقدر فعشان كده إحنا محتاجين نتكلم معاه عشان جايز نحتاج أنه إحنا نغيره بعض المفاهم اللي عنده إذن دي الخطوات اللي لازم نلتزمها قبل ما أي حد يفكر أنه هو يروح للطلاق